اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اكد ان تنامي الاهتمام العالمي بمواجهة تحديات تغير المناه يتطلب حراكا برلمانيا وجهودا مشتركة بين برلمانات دول العالم كافة من اجل وضع تشريعات تعزز الامن البيئي وتحفز الاستثمار في الطاقة النظيفة معربا عن الفخر والاعتزاز بالرؤى والخطط الوطنية والايجابية والفاعلة التي تطبيقها مملكة البحرين لخفض الانبعاثات والوصول للحياة الكربونية ومناسبة مشاركتي معالي في الاجتماع البرلماني الدولي الذي قم اليوم في امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ضمن الدورة 28 لمؤتمر الاطراف في اتفاقية الامر المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالأدوار المشهودة التي تطلع بها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في توحيد جهود دول العالم ودعم المشاريع التنموية التي تسهم في معالجة تحديات تغير المناخ وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن انعقاد الاجتماع البرلماني بتنظيم من المجلس الاتحادي الاماراتي والاتحاد البرلماني الدولي يؤكد ضرورة تكامل العمل المشترك بين البرلمانات والحكومات وضمان استدامة وضع تشريعات تتوائم مع التطورات والتحديات المتعددة التي تواجه المناخ والبيئة بمختلف دول العالم ووضح أن السلطات التشريعية في مملكة البحرين تحرص على أن تتشارك مع برلمانات دول العالم وتعمل على تقوية العلاقات البرلمانية وتعزيز الخبرات التشريعية تجاه القضايا المشتركة ترجمة نانسي قنقر